في ذكرى انفجار المرفأ بيروت تكتسي الحزن شوارع خالية ومتاجر مغلقة والفاعل طليق حاملا عدة ملفات أمنية وعسكرية وزير دفاع العراقي يقود وفدا أمنيا كبيرا إلى واشنطن ليبيا وتونس تتقى ذفان كرة المهاجرين مشاهد توثق دفع شرطة ليبيا للمهاجرين الأفريقى نحو حدود تونس أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التاسعة عشرة تمتد على مدار ساعتين نناقش فيهما أهم أخبار اليوم البداية من لبنان ففي مثل هذا اليوم من أغسطس 2020 شهدت بيروت اليوم الأكثر حزنا في تاريخها الحديث إذ انفجرت مئات الأطنان المخزنة في مستودعات مرفأ بيروت فاهتز كل لبنان وسمع عدوي والانفجار في كل دول الجوار وقتل أكثر من مئتي شخصا وجرح الألاف ودمرت المنازل وذعر الأطفال حلت اليوم ذكرى الرابع من آب فاستيقظت بيروت مضربة عن الحياة فخالت شوارعها التي تكون عادة مكتظة خلت من المارة والسيارات ووصدت المتاجر وفي يوم أعلنته السلطات مناسبة للحداد الوطني ورغم مرور ثلاثة أو ثلاثة أعوام على الحادثة المأساوية حيث تبقى أصابع الاتهام متوجهة نحو حزب الله لم يحاسب أي من الشخصيات البارزة وتعطل التحقيق ما أثار موجة من الغضب في لبنان والخارج وتوقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بيطار منذ أواخر العام 2021 بسبب عدد كبير من الشكاوى القانونية التي قدمها ضده بعض المشتبه بهم بمن فيهم مسؤولون حاليون وسابقون بين عشرات المعارك التي يخوضها أهالي ضحايا انفجار المرفأ تبقى معركة معرفة الحقيقة هي الأهم يجلس بول الذي خسر طفلته أليف ساندرا في الانفجار بين أهل القانون والعدالة هذا المؤتمر هو واحد من عدة محطات ساهم الأهالي بالإعداد لها لإعادة التحقيق إلى مجرى ثلاثة أعوام وقف خلالها أهالي الضحايا بالمرصاد لسلطة لجأت لشتى الوسائل لمنعهم من تقص الحقائق كفت يد القاضي طارق البطار مرات ومرات حتى شلت التحقيقات بالكامل وفي العام الثالث تجرأت السلطة على توقيف أهالي الضحايا بتهم التعرض للقضاء بينما حلت الكارثة عندما أفرجت عن جميع المشتبه بهم وسط تدخل سياسي غير مصبوك أصعب الشغل يعيشناها هالسنة هي وقتها اللي بيسمح على قاضي غسان عويدات فتح بواب السجون وظهر اللي كانوا معتقالين الثناش بتفجير المرفق بالنسبة لنا كانت ضربة كثير كثير قوية أول مرة أنا نحس أنه مش معقول وبقى في مؤسسة يعني خلاص فرتت مؤسسة القضاء هذا الشيء يلي صار وكيف عتقالونا ووقفونا وضربونا نحنا ما نخاف من هذا الشيء أبدا بالعكس لأنه هيدا بعتقد استراتيجية فيشل من ميلتهم لأنه يلي شفناه أنه كلما نتوقف وكلما يصير فيه هيك تصرف كلما يكبر تضامن الناس وبينما خذل القضاء اللبناني الضحايا وأهاليهم أنصفتهم محكمة العدل العليا البريطانية عندما حكمت ضد شركة سافارو لتعويض لمن رفع الدعوة ضدها من الأهالي وسافارو هي الشركة المالكة لشحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس طلعت المحكمة حكمين أول حكم هو بالمسئولية على الشركة اعتبرت أن الشركة يلي هي جيبت النترات على لبنان مسئولة أكيد مش لحالة مسئولة بس مسئولة بالنسبة للانفجار ومسئولة على معطوة الضرر وطلع عرار تاني يلي طبق القانون اللبناني على الأساس والانون الإنجليزي على الشكل بالقانون اللبناني اعتبر أنه فيه تعويضات جبر هذه الشركة تدفع تعويضات للضحايا اثنين أهالي ضحايا توفوا وضحية حية هذا اللي صار له هلأ بالنسبة للعدالة نحن منعتبر أنه شغلة مهمة لأن أولاً كل واحد عنده مسئولية مباشرة أو غير مباشرة بهذا الجرم لازم يخضع للعدالة مش معقول حداً يطلع بالمرة ما يتحاكم بهذا الموضوع وهذه أول محاكمة بتصير وبعدين بيّنت أنه بالأنون اللبناني فيه مسئولية لم يكن السفير البريطاني في بيروت بعيداً عن الأهالي سبق وزارة فوج الإطفاء وساهمت السفارة في إعادة إعمار المركز الذي خسر عشرة من عناصره أولاً دعيني أقول إنه في هذه الذكرى الأليمة الثالثة أفكارنا مع عائلات الضحايا الذين فقدوا حياتهم ومع المصابين لكنها فرصة أيضاً للتشديد مجدداً على أهمية التقدم في التحقيقات قرر المحكمة العليا في لندن قبل شهرين هو خطوة مرحب بها لدعم العدالة وبفضل نقابة المحامين في بيروت بعض العائلات حصلت على تعويضات لصالحها لكن مسؤولية المضي بالتحقيقات وتحقيق العدالة تقع أولاً وأخيراً على عاتق السلطة اللبنانية وبهذا الخصوص شاركت باجتماع مع 17 سفيراً وممثلاً عن دول في لبنان مع وزير الخارجية وحثثناه خلال اللقاء على إيصال رسالتنا للسلطات اللبنانية بأن عليهم تحقيق العدالة للضحايا خاصة وأنهم يملكون كافة المعلومات 38 دولة في الأمم المتحدة وقعت هذا العام على بيان مشترك أعربت فيه عن قلقها من تأخر التحقيقات في انفجار المرفأ خطوة أثلجت قلوب الأهالي الذين يسعون اليوم لتشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق تحاول السلطة في لبنان إخفاءها غنوية تيم الحدث بيروت في كلمة خلال مسيرة الذكرى الثالثة للانفجار وليام نون شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت قال إن حزب الله إرهابيون وكل مسؤول يسانده في عملية طمس التحقيق هو إرهابيون أيضا إرهابي معروف من يوم يوم وإرهابي وكل من ألف وإرهابي مش ينزيد على بعض الموضوع أكيد إرهابي القتل من 2005 لليوم أكيد إرهابي الخزن لترات عمونيوم بين الناس ببيروت أكيد إرهابي أكتر منه الرهابي أكتر منه المسؤول بالدولة المفتعس أكيد حزب الله إرهابي اللي بيبعد وفي صفا العدلية أكيد بيكونوا إرهابي بهدي صوتات أكيد بيكون إرهابي في كمهاتي شال في كمهاتي ويفو موجلون لأبرس لعالبرة وعلى رأس القهاتي سهيل عبود فنحكي الحق لأينا وليقلينا في كمهاتي مرت خاف من وفي صفا لطول الشفران وفي كمهاتي مثل القهاتي عبود أحيى اللبنانيون الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت بتجمعات حاشدة انطلقت من أمام مقر وحدة الأطفاء في العاصمة بيروت قبل أن يتوجهوا إلى المرفأ إذ رددوا شعارات ورفعوا لفتات تطالب بالعدالة لضحايا الحادثة محاسبة المسؤولين والمتورطين فيها كما وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا عند الساعة السادسة ثماني دقائق بتوقيت بيروت وهي لحظة وقوع الانفجار الأليم قبل ثلاث سنوات في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت ما زالت ردود الأفعال الدولية تتفاعل مع الحادثة فقد قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة إلى اللبنان يوناء فورانسكا إن لبنان بحاجة لتبيان الحقيقة وأن تتحقق العدالة والمساءلة من جانبها قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان إنه حان الوقت لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الناتق باسم وزارة الخارجية الأمريكية دعا السلطات اللبنانية إلى الإسراع في إنجاز تحقيق شفاف وسريع في الانفجار مؤكدا أن الافتقار إلى التقدم في اتجاه المساءلة هو أمر غير مقبول ويبرز الحاجة إلى أصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون في حين جددت منظمة هيومن رايتس ووتش مطالبتها بدعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقص الحقائق في تفجير مرفأ بيروت مؤكدا أن هناك أكثر من ثلاث سنوات من التدخل السياسي المستمر في التحقيق المحلي من بيروت ينضم إلينا عضو مجلس النواب اللبناني والضاح الصادق مرحبا بك سعادة الناب هل من جديد فيما يخص أهلا وسهلا بك هل من جديد فيما يخص وصول القضاء اللبناني إلى حقيقة ما جرى في المرفأ لكي على الأقل وإن لم يعودوا الضحايا إلى ذويهم ولكن يتوصرون إلى جزء من الحقيق لا لا أعتقد لأن القضاء في لبنان لا نتكلم فقط عن التفجير نحن نتكلم عن القضاء في لبنان منذ سنوات وسنوات طويلة لا يجب أن لا ننسى أنه بعد ثورة الاستقلال عام 2005 تعرض العديد بالقيادين اللبنانيين بدءا من محاولة اختيال الوزير مروان أحمد حتى اختيال الرئيس صفيق الحريري وحوالي 13 اختيالا من بعده تعرضوا لمحاولات اختيال ولجأنا إلى المحكمة الدولية لأن القضاء اللبناني في لبنان تحت هيمنة وسيطرة كاملة من السياسيين اللبنانيون من السلطة الحاكمة وعلى رأسها طبعا حزب الله وحركة أمل الذين يسيطرون ميليشيا بالسلاح وميليشيا بالتشريع فلذلك لا يمكن أن نعتمد على القضاء اللبناني في أي قضية في لبنان منذ سنتين أيضا تم اختيال لقمان سليم الناشط اللبناني المعروف وحتى اليوم ليس حتى هناك تحقيق جدي في هذا الأمر لذلك اعتمادنا الوحيد اليوم أن نذهب إلى لجنة تحقيق دولية ونعلم أنه في شهر ستمبر أيلون المقبل هناك عند مجلس حقوق الإنسان اجتماع أساسي ومهم جدا وقد يتخذ فيه قرار بتشكيل لجنة تحقيق لجنة تقصي حقائق دولية لأقله الوصول إلى الحقيقة في واحدة من أكبر عمليات التفجير بالتاريخ في الكرة الأرضية طيب ولكن سعات النائب لا شك بأنكم تسمعون من يريد تدويل هذه القضية إنما يعني يضر بسيادة لبنان هكذا يقول الطرف المناوئ للتحقيق الدولي الذي يضر بسيادة لبنان هو من يدخل إلى القضاء ويهدد القاضي الذي يضر بسيادة لبنان هو من يوقع مع إسرائيل اتفاق ترسيم حدود ويعطيها الحدود والمياه البحرية اللبنانية ويذكر دولة إسرائيل أكثر من 27 مرة الذي يضر بسيادة لبنان هو من يضع لبنان تحت هيمنة وسيطرة السلاح والترهيب الذي يضر بسيادة لبنان هو من يقفل المجلس النيابي أمام انتخاب رئي جمهورية نحن كنا نؤمن بالقضاء اللبناني وأصرينا في جميع المراحل أن يكون للقضاء اللبناني الدور الأساسي في عملية تحقيق لكننا لم نتخيل لمرة واحدة وفقط تصور أن يكون هذا الأمر في أي دولة أخرى هناك من أدخل النيترات إلى لبنان هناك من خزن نترات الأمونيوم في مرفأ لبنان في قلب العاصمة وهو يعلم مدى خطورة هذا الأمر هناك من استعمل هذا النيترات أو كما يقولون لاستعمالها في الحرب التي جرت في سوريا أو لبيعها والاستفادة منها ماليا هناك من علم بهذا الأمر ولم يتحرك هؤلاء جميعهم اليوم موجودين يتجولون بحرية بعضهم داخل مجلس نواب بعضهم وزراء بعضهم مسؤولين في الدولة اللبنانية فأي قضاء وأي سيادة نتكلم عنها وهناك دماء ما زالت طرية ولا يتحرك أحد والقضاء معطل بالكامل والقادي طارق بطار ليس لديها أي طريقة لتحريك القضية العدالة اللبنانية مصادرة من هذه الأطراف سعادة النائب وبالتالي هذا ما يشعر به أهالي الضحايا الآن كل لبنان مصادر من انتخابات رئيس الجمهورية إلى مجلسه النيابي إلى قرارات حكومته كل لبنان اليوم تحت هيمنة الثنائي منها طبيعي قضية التفجير قضية التفجير لو ذهب القضاء إلى آخر التحقيق للي تم الحكم على عدد كبير من مسؤولي الثنائي وحلفائهم وغيرهم بالسجن لذلك قاموا بعرقلة التحقيق نعم القضاء اليوم مكبه ليدين القضاء تحت هيمنة الثنائي وحلفائهم مجلس النيابي تحت هيمنة الثنائي وحلفائهم لا نؤمن أبدا أننا سنصل إلى أي حال في لبنان إلا إذا فعلا قمنا ونجحنا بتغيير كامل للنظام أو للمنظومة الحاكمة في لبنان ولهذا يفعلون كل ما يستطيعون فعله لمنع وصول رئيس ونحن كمعارضة لبنانية هذا أمر واضح منذ البداية نقول أن لبنان تحت الهيمنة الدستور اللبناني تحت الهيمنة القضاء تحت الهيمنة بذلك يجب أن نذهب إلى لجنة تقصي حقائق دولية طيب المجتمع الدولي وهذه القضية سعادة النائب يعني أنتم نواب لديكم حصانة يمكنكم التواصل مع نظراء لكم سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الدول العربية وغيرها هل ثمت اتصالات بهذا الشأن؟ أكيد نحن قد ابنا منذ أسواتين أو ثلاثة من زيارة إلى ألمانيا اجتمعنا خلالها بعدد كبير من المسؤولين الألمان ومنهم وزير الدولة لشؤون الخارجية الألماني وفدنا المعارضة قام بزيارة واشنطن لوكسنبورغ باريس وغيرها من الدول الأوروبية وتم عرض هذه المسألة مع الجميع هناك وفود تتصل بي اليوم اجتمعت أنا زارتني المنصق العامة وكنت تتكلمون عنها في تقريركم المنصق العامة لأمم المتحدة في لبنان وكنت واضحا بأننا بحاجة إلى دعم الممتحدة لتدويل هذه المسألة نحن نقوم باتصالات كمعارضة باتصالات حثيثة للضغط باتجاه قيام بتحويل بالمرحلة الأولى أنا شخصيا ولكني ألتزم بقرار المعارضة وأهل الضحايا أنا شخصيا أذهب إلى تدويل كامل لأني لا أؤمن حتى أن لجنة تقصي حقائق التي تستطيع الوصول إلى الحقيقة وهي سهلة لأن الأدلة موجودة ستقدم هذه الحقائق إلى القضاء اللبناني وبالتالي يمكن تمسها أيضا لذلك أنا أتب بلا تدويل كامل ولكن أكيد ألتزم بقرار برأي وأحترم رأي أهل الضحايا وزملائي في المعارضة اللبنانية ولكن الأمس أرسلت أعضاء في الكونغرس اللبناني من أصل لبناني أعضاء في الكونغرس الأمريكي من أصل لبناني أرسلوا كتابا إلى وزير الخارجية الأمريكي يطالبون فيها بالضغط أكثر لتبيان حقيقة هذا التفجير في لبنان نحن نفعل ما بوسينا نوقع على 81 نائب نوقع على تتلقون سعادة النائب اتصالات من أهالي الضحايا توضعون بمواقف محرجة أنتم كنواب وبالتالي يعني العب عليكم كبير ولا بد من التحرك سواء النائب وضاح الصادق أو الغير من نظرائك داخل البرلمان بتالي ثمت جهود لإقناع الآخرين حتى منهم في الطرف الآخر يجب الذهاب إلى تحقيق دولي هالي الضحايا لن نطلق إتصالات نحن معهم كل الوقت فلنذكر أنهم تم اعتقال عددنا هالي الضحايا وضقينا معهم حتى الصباح حتى أكدنا أنهم خرجوا من التوقيف كنواب تغيير ونواب معارضة كنا موجودين ونحن موجودون معهم كل الوقت وعلى تنسيق دائم معهم بالنسبة للطرف الآخر لا يمكن للطرف الآخر أن يوافق على تحقيق دولي لأنه معني لأنه متورد في الموضوع لأن مسؤوليهم المطلوبين للتحقيق لأن عدد من نوابه ووزرائه هم مطلوبون للتحقيق اليوم لذلك لا يمكن للطرف الآخر هو من يعرقل هو من دخل أحد مسؤولين الحزب الأساسيين إلى القضاء وهدد القاضي تحت قبة قصر العدل بأن لا يتابع التحقيق بالتالي لا يمكن للطرف الآخر أن يتقدم نحن نحارب على هذه الجبهة وعلى جبهات عديدة ولكن هذه الجبهة تحديداً هي جبهة بحاجة لأنه موضوع إنسان موضوع يخالف حقوق الإنسان موضوع تم فيه قتل عن سابق تصور وعن سابق معرفة قتل أكثر من 200 ضحية لبنانية وجرح الألاخ وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت لذلك اليوم لا يمكن أن نتعطب هذا الموضوع فقط داخلياً في لبنان نعم ننصق مع أهالي الضحايا سنرفع درجة درجة الطلب اليوم لجل تقصي حقائق سلطة الأمر الواقع سعادة النائب يعني مسألة الحكومة تصريف أعمال البرلمان موجود الرئاسة شغور يعني ما هي ردات الفعل من حكومة تصريف الأعمال عندما ناقشتموها واجتمعتم برئاسة الحكومة أو وزراء فيها ما الذي يقال لكم أنتم؟ يجب أن أضيف أنه أيضاً لا حاكم لمصر في لبنان نائب الحاكم بعد أشهر عدة لا قائد للجيش يعني الدولة يقومون بمحاولة إيصال الدولة إلى النيار كامل من كل النواحي من ناحية القضاء من ناحية القيادات الأمنية القيادات العسكرية حتى الأمن العام لم يتعين بديل لأنه لا يمكن للحكومة أن تعين بديل كل الحلول تبدأ بانتخاب رئيس جمهورية وهم يعلمون ذلك تماماً فقط إشارة لتعلم كيف يتصرفون على الطريقة المفيوزية اليوم يسيطر الثنائي على مفاصل الدولة الأربعة المالية يعني المدعي العام المالي ديوان المحاسبة وزارة المالية واليوم حكيمية بصريف لبنان بالتالي نعم هكذا يتصرفون الحكومة لا قدرة لها على التحرك الحكومة اليوم حكومة مشكلة من وزراء يخضعون للتكاتلات والأحزاب النيابية التي هي من ضمن الثنائي وحلفائهم فالحكومة لا حول ولاها ولا قوة ورئيس الحكومة خاضع تماماً لسلطة أثنائي والرئيس نبي بري وهو يشكل حلف طاعهم بالتالي لا يمكن الذهاب إلى الحكومة ولا يمكن لها تتحرك وزير العدل عندما نتقينا به الحادثة الشهيرة عندما حاولوا الاعتداء علينا يقول رئيس رئيس وزير العدل وماذا يمكن أن تفعلوا هكذا باستهزاء مع ثلاثين نائباً كانوا موجودين في مكتبي وماذا يمكن أن تفعلوا شكراً جزيلاً لك من بيروت تعضو مجلس النواب اللبناني سعادة النائب وضاحة الصادق إذن ثلاثة عوام مرت على تفجير مرفأ بيروت وكأن العدالة كتب لها أن لا تتحقق لتكشف من دمر العاصمة اللبنانية وقتل أكثر من مئتي شخص ثلاثة عوام والتحقيق المحلي بين معطل ومعرقل في حين أن المطالبة بتحقيق دولي تبقى صدى لصراخات المفشوعين أنا بنتي من السماء عم بتطالبني بحقها بالعدالة كأن كبب أمبلي زرية على نص بيروت وكأن العدالة في لبنان كتب لها ألا تتحقق في قضية ما بات يعرف بانفجار العصر ثلاثة أعوام ولا يزالون ينتظرون معرفة من قتل أحباءهم ثلاثة أعوام ولا تزال بيروت تسعى لمعرفة هوية من دمرها ثلاثة أعوام والتحقيق المحلي بين معطل ومعرقل أما المطالبة بتحقيق دولي فتبقى صدى لصراخات المفشوعين وصلنا مؤخرا وحوالي عشرين تموز بعتقد والإتماجور مختص بالعمال العسكرية دغري تصل للأمين العام الدفاع وتحادث سويا وبعتوه للمعنيين بالأمر رئيس لبنان كان يعلم ومعه رئيس الحكومة حسان دياب وأكثر من مسؤول كبير تقبلوا ضمنيا خطر حدوث وفيات وفق ما ذكرت منظمة وفيما بات اللبنانيون يعيشون على وقع أخبار شبه يومية عن وفاة ضحايا جدد كانوا قيد المعالجة المستحيلة عين القاضي فادي صوان كبيرا للمحققين في ملف تفجير مرفأ بيروت ديسمبر الفان وواحد وعشرون صوان سيدعي على رئيس الحكومة حسان دياب وثلاثة وزراء مقربين من ميليشيا حزب الله بتهمتي التقصير والإهمال ولكن لم يمر شهران على الادعاء حتى تم إبعاده بعدما اشتكى عليه وزيران من المقربين للميليشيا زعما أنه تجاوز صلاحياته أبعد صوان فخلفه القاضي طارق البطار ولكن من تسبب بعملية الإبعاد سرعان ما قاوم إجراءات البطار وحجتهم هنا أنهم يتمتعون بالحصانة أو أن البطار يفتقر إلى سلطة مقاضاتهم أكثر من عشرين قضية رفعها المشتبه بهم سعيا لإبعاد البطار فتوقف التحقيق عدة مرات قبل أن يعطل بالكامل بسبب تقاعد قضاة محكمة يتعين أن تفصل في تلك القضايا كي يتمكن البطار من استئناف عمله تقاعد تبعه رفض وزير المال المدعوم من الميليشيا توقيع مرسوم تعيين قضاة جدد متذرعا بما سماها مخاوف على التوازن الطائفي حتى الآن بقيت الميليشيا تحاول الاحتيال على القانون عرقلة لمصار تحقيق لا تريده إلى أن قرر مسؤول الأمن فيها وفي قصفة توجيه رسالة تهديد إلى القاضي البطار قائلا فيها إن الميليشيا ستقتلعه رجل الميليشيا لم يكتفي بتهديده هذا بل زار قصر العدل حيث أبلغ كبار القضاة بما زعم أنها تجاوزات يرتكبها المحقق العدلي وطالب بإبعاده هنا أيضا راحت الميليشيا أبعد في أساليب التهديد والترهيب والهدف هو هو إبعاد القاضي البطار ودات الرابع عشر من أكتوبر 2021 أنزلت مئات العناصر في تظاهرة قالت إنها للمطالبة بتحقيق هذا الهدف ولكن ما وصفتها الميليشيا بالتظاهرة المدنية أمام قصر العدل سرعان ما غيرت مسارها باتجاه منطقة عين الرمان ذات الغالبية المسيحية وراح المتظاهرون المسلحون يطلقون الشتائم لرموز تلك الطائفة فواجهوا مقومة من الأهالي وقوات الجيش فكانت حصيلة ذلك اليوم سبعة قتلى وعدد من الجرحة وهكذا قسمت الميليشيا اللبنانيين إلى قسمين قسم بات يرى أن العدالة ذهبت غيلة في لبنان وقسم بات يحذر من أن ملف تفجير المرفأ سيقود البلاد إلى حرب أهلية تنضم إلينا المحامية سيسيل روكوز مشقيقة أحد ضحايا من فجار مرفأي بيروت مرحبا بك سيدة سيسيل أبدأ معك بآخر ما تقومون به أنتم سواء في المجلس الداخلي القضاء الداخلي اللبناني أو حتى مسألة الطلب أن يكون هناك تحقيق دولي مساء الخير أهلا مساءنا اليوم نهار حزينة كتير على مدينة بيروت يلي هي انطعنت بطريقة كتير قوية من المسؤولين فيها خمس أجهزة أمنية على مرفأ بيروت وبقي نترات الأمونيوم الشديد الخطورة اللي هو مع ساعك وهن بيعرفوا ومعروف أنه سيدمر المدينة نحن ألف وخمسة وتسعين يوم تعطل التحقيق فيهم سبعمية وخمسة وسبعين نهار يعني الميليشيا أو الحزب الله من أول مسار الانفجار طلع يقول أنه هيدا حادثة وما بدنا نحقق فيها يعني يقولوا لأهل الضحايا أنه هيدا حادثة وما تعزبون خلي شركات التأمين تعود على الضحايا لا هيدا منا حادثة هيدا تفجير نتج عن أمونيوم بقى بمرفأ بيروت سبع سنين بوقت كلهم بيعرفوا أنه هيدا مواد خطيرة جدا نحن الأهالي ما رح نقبل هن بيعتبروا بركة ضحايا أو الشهداء أعداد لا نحن منا أعداد نحن ما كنا بحرب تنسكت عن مقتل ضحايانا ما كنا عم نحرر الجنوب ولا عم نحرر البلد كنا بشغلنا وببيوتنا وعلى كل حياتنا اليومية ما كنا بحالة حرب نحن ما رح نسكت لهيدا الطبقة الفاسدة يلي عم تطلطة وراء أسباب واهية راحوا صاروا يعملوا يهددوا القاضي بالعدلية وضلوا يطلعوا على التلفزيونات أمين عام حزب الله بقي فترة طويلة يطلع يقرر عن القاضي شو بدوا يعمل قلنا له هيك وما عم بيلتزم وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى أنه يخليه يزبط مساره مش عم يزبطه نحن بدنا عنا طريقة ننشيله وعملوا الحاسية اللي حضر تكون هلأ عرض طوى الطيونة يعني عملوا المستحيل تحتالي وقفوا التحقيق آخر شي مع وزير المالية اللي أمروا رئيس مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية بالبلد أنه ما يمضي مرسوم التشكيلات كله كرمالي وقفوا التحقيق هذا ما رح نقبل هود اللي هلأ حكمين البلد هنه زعامة حرب ما بحفرق معهم عدد الضحايا ولا أنه المدينة تدمرت نحن لجأنا إلى لجنة تقاسي حقائق دولية مش لأنه ما عنا سقة نحن عنا سقة بالمحقق اللي عم بحقق إنما نحن وين في عنا أمل نصل له رح نروح لأله صحيح أنه الدول ما عطيونة صور الأقمار الاصطناعية إنما يمكن أنه بالمستقبل يصير شيء كمان يساعد لبنان لأنه أول شيء كانوا الدول ناطرين بركة يشوفوا التحقيق المحلي هلأش فيه جمود كل لحين انتظار التحقيق مع القاضي بترصر هو مضع عليه شو هالسخرية عم يدعو عليه باختساب سلطة من هو ممثل عن الحق العام بوقت هو اللي اختصى بسلطة يعني مسألة الضغط على القضاءات وعلى القضاء أستاذة سيسيل يعني إلى أي حد يستطيع هؤلاء القضاءات كذلك الصبر يعني وتحمل كل هذه الضغوط يعني سواء القاضي طارق بيطار أو غيره يعني وبالتالي يعني هذه السلطة التي تضغط يعني ليست سلطة مدنية فحسب هناك سلاح بيدها نعم في سلاح وفي سلطة بيكمل عم بتهدد القاضي ووصلت على قلب العدلية ما في احترام لسلطة دولة القانون إنما وقتها بتشوف أنه قاضي واقف بوجهك عالم وبوجهك بتظلك تحس بأمل أنه لبنان بعد فيه أشخاص خيرين بعد فيه قضاء عنا ساقف فيهم لأنهم بيشتغلوا وفقاً لأحكام القانون وبيشتغلوا وفقاً لضميرهم المهنة يعني نحن لو في ميليشيا ولو في سلطات كبيرة عم بتعرقل فيه شخص بعض ووقف مخاف منهم قاضي قاعد هل تمت اتصالات مع المجتمع الدولي أستاذها سيسيل بمعنى أنه تم معالجة الموضوع أو الاستماع لبعض الشهود من قبل أطراف قضائية دولية مثلاً باعتبارك كذلك محامية وفي نفس الوقت شقيقة أحد الضحايا شقيقة جوزيف روكوس نحن عم نتواصل مع العديد العديد من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان عم نتواصل مع البرلمان الأوروبي مع يعني بين فترة طلع من 38 دولة مامبرز بي الـ HRC Human Rights Council طلع ستيتمنت يقولوا للسلطة اللبنانية نحن عاشعين العرقل اللي عم بتقوموا فيها بالتحقيق المحلة ونطلب منكم يكون في تحقيق شفاف وعطيوهم مهلة لهذا الموضوع رجعنا نحن هلأ اجتمعنا مع نواب البرلمان الأوروبي كمان عمل توصية أنه كل الرعاية الأجانب يعملوا دعاوة ببلادهم وكمان عمل توصية لمجلس حقوق الإنسان أنه يكون في لجنة تقاسي حقائق دولية إنما نحن ننتظر أن تقوم دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان أن تقدم مشروع قانون من أجل لجنة تقاسي حقائق دولية ويتم التصويت عليه من أجل تعيين هذه اللجنة وبيعينولها إذا أخدوا قرار بيعينوا شو الأعمال يلي بدأت قوم فيها القانونية وأكيد المبالغ التي تتكفل هي اليوان ليس الدولة اللبنانية شكرا جزيلا لك المحامية سيسيل روكوز شقيقة أحد ضحايا انفجار مرفع بيروت تسعة عشرة مستمرة فيها أيضا ليبيا وتونس تتقاذفان كرة المهاجرين محامية سيسيل روكوز مقلمون في الصمي مالفقال عناقه تراقي محدور من الشهداء والجمعين موسيقى وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصارد دول لأن لكل خبر تداعيته جابع الحدث في مكانه وزمانه أهلاً بكم مشاهدين أفاد مراسل الحدث في العراق بتوجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي على رأس وفد أمني إلى واشنطن غداً السبت وأوضح أن العباسي من المقرر أن يبحث مع الجانب الأمريكي الملفات الأمنية في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين ترجمة نانسي قنقر من بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس الوزراء العراقية دكتور أحسين علاوي مرحباً بك دكتور ما هي الملفات التي ستبحث مع الجانب الأمريكي من قبل الوفد بقيادة وزير الدفاع مساء الخير عليك مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد العلاقات العراقية الأمريكية علاقات متميزة وفعالة في عهد حكومة السيد محمد الشيعة السوداني وبالتالي يأتي هذا الوفد وزيارتي للولايات المتحدة الأمريكية برئاسة سيد وزير الدفاع العراقي في إطار ملفات عملية التسليح والتجهيز كون العراق يمتلك أسلحة ذات منشئ أمريكي وبالتالي تحتاج إلى إدامة وحوارات مع وزارة الدفاع الأمريكية وكذلك الشركات المجهزة وكذلك تنفيذ العقود الخاصة بعملية التجهيز والاستدامة إلى هذا السلاح خصة في طائرات الـ F-16 وكذلك الدبابات برامز وعجلات الهامفي وكذلك الأسلحة بالقوات البرية وكذلك بالمقابل يأتي ملف التعاون الأمني والمعلومات باتجاه التنظيم الإرهابي داعش وخصة بعد أن أعلن عن خليفة جديد لهذا التنظيم الإرهابي وبالتالي تبادل المعلومات باتجاه الحملة لإنهاء التنظيم الإرهابي داعش في الشرق الأوسط وكذلك بالمقابل إنهاء الفلول المحلين الذي نجد كل يوم تقوم قياة العمليات المشتركة بمختلف صنوف القوات المسلحة العراقية والأجهزة الاستخبارية باستهداف هذه المجموعات التي لم تتبقى منها سوى مئات قليلة في الأراضي العراقية وكذلك بالمقابل مناقشة ملف التعاون الدفاعي وبناء القدرات خصة بعد تحول التحالف الدولي نحو التدريب والمساعدة والاستشارة وهذا بالتالي ما يعني تبادل وجهات النظر باتجاه برامج بناء القدرات سوى في الكليات العسكرية في عملية الابتعاث الخارجي لضباط العراقيين في المعاهد والأكاديميات العسكرية الأمريكية وكذلك بالمقابل التعاون في التدريب الذي يجري على الأراضي العراقية بعد أن تقوم الجهات الفنية طبعا بتحديدة من خلال القادر عام للقوات المسلحة وعبر قياة العمليات المشتركة ومن خلال مجلس الأمن القومي العراقي يتم مناقشة هذه الملفات وكذلك بالمقابل تبادل وجهات النظر باتجاه التحديات المستقبلية لقضايا مكافحة الإرهاب في المنطقة وكذلك بالمقابل فيما يخص العراق وهذا بالتالي ما سيطرحه القادر العراقي طيب مسألة وجود المستشارين الأمريكيين على الأراضي العراقية أو مسألة العلاقة مع الجانبين دكتور حسين يعني أنت تعرف كنت مستشارا لرئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي ولطالما كانت هناك انتقادات كبيرة لعلاقة مصطفى الكاظمي بالجانب الأمريكي لماذا اختفى صوت هذه الانتقادات الآن ما السبب؟ لأن القوى السياسية العراقية عندما قادة سيد رئيس وزراء الإستاذ محمد الشاع السوداني الحكومة العراقية قد فوضت السيد رئيس وزراء القادة العام للقوات المسلحة الإستاذ محمد الشاع السوداني قيادة هذه العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع التحالف الدولي وبالتالي القوى السياسية العراقية عندما فوضت السيد رئيس وزراء من خلال اتلاف دارة الدولة يعمل السيد رئيس وزراء بين الحين والآخر في لقاءاته مع المسؤولين الأمريكان إن كان الوزير الدفاع الذي زار العراق وكذلك وفد من الكونغرس زار العراق وكذلك وفد من القيادة المركزية الوسطى وكذلك بالمقابل السفيرة الأمريكية في العاصمة بغداد يعني دكتور حسين هذا الفرق بين رئيس حكومة يأتي بغطاء ضمن مجلس النواب بكتل حزبية وبين آخر يأتي باختيار الكثير من العراقيين هذه المفارقة ما بين محمد شيع السوداني ومصطفى الكاظم هذه إشارة مهمة لأن سيد رئيس الوزراء يمتلك تحالف سياسي داخل قبة البرلمان العراقي يدعمه في ناجي في إدارة هذه العلاقات تحت مظلة اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك تحت مظلة المصلحة الوطنية العراقية وتحت مظلة بناء قدرات القوات المسلحة العراقية في مرحلة السلم والاستقرار وهذا بالتالي ما يتطلب من مناقشة الأمور الداخلية وهذا ما عمل عليه سيد رئيس الوزراء في البحث والتحري عن كل ما ينفع القوات المسلحة العراقية ويبني قدراتها باتجاه عملية إحداث نقلة نوعية في بنائها وهذا ما لحظناه في التمارين العسكرية التي حضرها سيد رئيس الوزراء وكذلك تفقده القطاعات القوات المسلحة العراقية وهو صن القوات الجوية حضر وزير الدفاع دكتور حسين باعتبارك مستشارا لرئيس الحكومة حضر أجوبة سيد وزير الدفاع الثابت العباسي إذ ما طرح عليه الأمريكيون مسألة التهديدات التي كانوا يتلقونها زمن مصطفى الكاظمي وهي خفتت الآن وهذا أيضا إشارة استفهام في مسألة قدرة الجيش العراقي على ضبط وحفظ هذه المناطق يعني أولا هذا الموضوع حقيقة أصبح من الماضي والأمريكان ينظرون إلى المستقبل مع العراقيين باتجاه إحداث نقلة نوعية في هذه العلاقات الدفاعية باتجاه عملية كذلك بالمقابل استقرار العراق ودعم التنمية وبالتالي العراق الآن لديه رؤية متجددة في هذا الموضوع وهذا بالتالي ما يجعل الجانب الأمريكي عبر عن ارتياحه بالعديد من البيانات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية سواء من الرئيس الأمريكي الذي يعقد عدة اتصالات هذا بات من الماضي دكتور حسين إذا سمحت لي وكذلك وزير الدفاع الأمريكي عندما زار العراق إذا سمحت لي هذا بات من الماضي هو قرار مؤسساتي عراقي أو أنه إن تغير رئيس الوزراء وما أعجبت به هذه الكتل التي جاءت به من الممكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه لا أكيد لن تعود هذه الأمور لأن هناك اتلاف سياسي حاكم في البرلمان داعم إلى رئيس الوزراء وخطواته ورئيس الوزراء كذلك تعهد بأن يلتزم بحماية مصلحة الوطنية العراقية وسيادة الدولة العراقية وأن يوقف كل هذه التحديات التي أثرت على صورة الدولة العراقية والدولة العراقية اليوم والقوات المسلحة العراقية والأمنية في أوج قوتها وقدرتها وهذا بالتالي ما يجعل هذه القوات الأمنية تساهم حقيقة لأول مرة بعد عشرين سنة في عملية التنمية من خلال مبادرة الجهد الهندسي والخدمي التي عمل عليها السيد رئيس الوزراء في البناء والتنمية وبالتالي نحتاج إلى تطوير قدرات القوات المسلحة في مرحلة السلم والاستقرار وهذا بالتالي ما يجعل الحوارات التي تجري الآن سواء لاستدامة السلاح ذات المنشأة الأمريكية أو كذلك لبناء استراتيجية جديدة للقوات المسلحة العراقية ترتكز على العقيدة المرتكزة في الدستور العراقي وهي أن تحمي الوطن وتحمي قواتنا الأمنية وتقدم خدمة الأمن إلى المواطنين وهذا ما يسعى عليه السيد رئيس الوزراء وكذلك بالمقابل تعمل هذه القوات بالتعاون والشراكة من خلال حث القادة العام للقوات المسلحة للعمل من خلال قيادة العمليات المشتركة وكذلك هذا العمل والتعاون الذي يجري تحت مظلة الدستور وتحت مظلة كذلك بالمقابل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الذي صوت عليها البرلمان العراقي وبالتالي هذا الالتزام السيادي ما زال مستمر ومستدام من قبل الحكومة العراقية شكرا جزيلا لك من بغداد سعادة المستشار الدكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي شكرا جزيلا تتبادل تونس وليبيا لاتهامات بشأن أزمة لمئات المهاشرين من أفريقيا جنوب الصحراء وهم محتجزون حاليا في المنطقة العزلة بين تونس وليبيا بانتظار الحل كما دخلت على خط تلك الأزمة الخلافات الداخلية ليبيا بين حكومة بنغازي وحكومة طرابلس اللحظات في هذا المكان فارقة فالموت يتربص بمئات المهاشرين الأفارقة جنوب الصحراء أزمة هؤلاء العالقين على الحدود بين تونس وليبيا سببت توترا غير مباشر في العلاقة بين البلدين ليس ذلك فحسب بل امتد إلى الخلاف الليبي الداخلي بين حكومة الوفاق الوطني في ترابلس والحكومة الليبية المؤقتة في بنغازي التي اتهمت حكومة الدبيبة بالمسؤولية عن تدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية في هذه الأثناء كشفت مشاهد فيديو ترضى الشرطة الليبية اللاجئين من أراضيها تجاه منطقة عازلة تمنعهم من دخول ليبيا أو العبور إلى تونس فيما تنفي الداخلية التونسية ما وصفتها بالدعاءات مغلوطة تتعلق بإبعاد المهاجرين تجاه الحدود الليبية وبينما يتبادل المسؤولون الاتهامات فيما بينهم يترك هؤلاء لمصير مجهول بلا مياه للشرب أو طعام أو حتى خيمة تقيهم لهيب الشمس تركوا هنا برفقة مخاوفهم وذاكرة محملة بمشاهد عن أكثر من عشرين مهاجراً بينهم أطفال قتلهم الديه في الصحراء أو العطش أو الاثنان معاً الأمم المتحدة من جهتها أعلنت أنها تراقب الأوضاع كذلك فعل المجتمع الدولي بدون طرح حلول جدية حتى اللحظة توقف القصص الإنسانية القاسية التي تتوالى من هنا يومياً من بنغازي ينضم إلينا محمد العمامي البحث في أشؤون السياسية والأمنية الليبية من تونس ينضم إلينا الدكتور عليّ العلاني البحث في أشؤون السياسية والاستراتيجية مرحباً بكما أبدأ من عندك أستاذ محمد البلدان على ما يبدو أو على الأقل ينقل بأنهما يتقاذفان كرة المهاجرين كلّ يدفع بها باتجاه مرمى الآخر ونريد أن نعرف الحقيقة نبدأ من عندك أستاذ محمد تسمعوني أستاذ محمد طيب دكتور عليّ استمعت إلى سؤالي للدكتور للأستاذ محمد نعم هو ذاته أعتقد أنه كما جاء في سؤالكم الكرة يتقاذفها البلدان بطبيعة الحال تونس منذ أيام قليلة تحدثت عن مثل هذه المشاكل للمسألة تسرب المهاجرين وزير الداخلية تحدث أمام البرلمان التونسي منذ يومين وتحدث البارحة وقال أنه حسب وزير الداخلية وقال أن هناك حقيقة المنقوصة وهناك بعض المبالغات وأكد أن الكثير من المهاجرين الغير نظاميين الذين آوتهم تونس في المدارس في الفترة الأخيرة بعد أحداث الصفاقص هم بصدد انتظار ترحيلهم ومنهم من تم ترحيل ألف من الأفارق جنوب الصحراء وبالتالي وزير الداخلية يقول أن تونس لا تضع على الحدود الدول المجاورة أشخاص وتتركهم يتنقلون بطريقتهم الخاصة بطبيعة الحال هذا التلاسن ربما كما جاء في تقريركم يعود إلى بعض الخلافات الداخلية في داخل ليبيا ونحن في تونس حسب السلطة تقول نحن لا نريد أن نتدخل في الشؤون الداخلية الليبية ولكن بالنسبة إلى تونس تعتبر أن واجبها تقوب به منذ فترة وهي لا تبعث بأشخاص لكي يتجاوزوا الحدود وهؤلاء معظمهم ربما جاءوا من المثلث الحدودي الذي يربط بين البلحين ونحن نعرف أنه منذ ألفين وحداش كانت هناك مشاكل كبيرة في تسرب هؤلاء المهربين في البداية وحتى بعض الإرهابيين في وقم الأبقاد ثم أيضا المهاجرين الطريق الأساسي يقال أستاذ محمد مرحبا بك إلى هذا الحوار أستاذ محمد العمامي من بنغازيا الطريق ونقطة البداية في جزئية كبيرة منها هي من ليبيا مسألة اللاجئين مسألة المهاجرين مسألة من يريد أن يغادر أفريقيا أو حتى سوريا أو بعض البلدان يصل إلى ليبيا والبعض يتحدث عن متاجرة به إلى أي حد بالفعل تعمل السلطات بشتى أنواعها ووجودها على منع هذه الظاهرة سيدي أنا أختلف تماما مع ما تناقشونه الآن المشكلة ليست مشكلة ليبيا ولا تونسية المشكلة مشكلة أوروبية أوروبا قادرة على إيقاف هذا التدفق الهائل من أوروبا أساساً بمعنى أنها تحمي في مصالحها هناك ولا أحد يستطيع أن يقترب من أي مكان له مصالح أوروبية قوتهم وإمكانياتهم بإمكان الحد من هذه الهجرات أما على إيقافها على حدود ليبيا مثلاً أو الجزائر أو توفير عمل لهؤلاء البشر أما نحن أن نقوم بهذا العمل ونتخاصم ونتعادى على أساس مشكلة لا علاقة لنا بها نحن لسنا حراس لأحد هذه المنطقة مفتوحة هذه أرض الله مفتوحة وبالتالي من حق أي جايع أن يتجه إلى المكان الذي يعيش من خلاله أما أن نكون نحن حراس أعتقد أنه هذا منطق المنطق يقول أن المتأذي من هذه الهجرات عليه أن يتصدلها يا سيد محمد إذا كانت هي أرض الله من الممكن أن يقول لك أحد اللاجئين القادمين من سوريا مثلاً فأبني بيتاً من عشر دونمات كما تقاس لأنها أرض الله يعني المسألة لا تقاس بهذه الطريق تقاس أنا القادر على إيقاف القادر على إيقاف هذه الهجرة هم الأوروبيين إنهم قادرون بمعنى إمكانياتهم المادية وتسليحهم وقدراتهم اللوجستية وأيضاً مراقبة هذه الأشياء بإمكانهم القيام بها ولسنا نحن نحن لا نملك أي قدرة للسيطرة على كيلو متر في داخل البحر في حين أنهم قادرون لا نملك قدرة حقيقية على إيقاف هذا التقنيات الموجودة دكتور علي إذا سمحت لي أستاذ محمد سأخذ هذه الفكرة نعم سأخذ هذه الفكرة من عندك مصالحهم هناك نحن نعي جيداً أن أينما هناك مصطحة أوروبية هناك من يحميها جيشاً كان أو ناس آخرين أما أن نقوم نحن بهذا الأمر ونتخاصم كجيران من أجل أوروبا لا أعتقد أنه محتق نحن لسنا قادرون على إيقاف هذا التدفق لنكون صالحين هذه الفكرة أستاذ محمد هذا التدفق الهائل من الجياع القادمين من أفريقيا لماذا نحن نقوم بهذا الأمل ونتخاصم ونتعارك ونحن جيران وأنساب هذا أمر مزعج أستاذ محمد هذه الفكرة سأأخذها بشكل مباشر إلى الدكتور علي العلاني لأناقش الدكتور علي فيها كذلك عندما يتحدث الأستاذ محمد بأن مسألة التقنيات غير موجودة لا لدى ليبيا ولا لدى تونس ويمكن للاتحاد الأوروبي أو بعض العواصم الأوروبية أن تساعد هذه الدول على منع ورجم هذه الظاهرة إلى أي حد أن تتشترك معه بهذه النقاط هو في الحقيقة ما قاله الأستاذ محمد العمامي صحيح ولكن يجب أن أذكر بشيء ما في قضية الهجرة غير النظامية تونس قالت ولا تزال تتمسك بما قالته وهي أنها تحرص حدودها فقط والحدود التونسية البحرية هي لحد الآن ممسوكة البارحة مثلا تونس أنقذت أكثر من 170 شخصا رغم أنها تعرضت إلى عنف واعتداء من طرف بعض المهاجرين مما اضطر السلطة التونسية أن تقوم بتحويلهم إلى النيابة العموبية أي أن أي شخص يتحرك في المياه التونسية من حق تونس أن تمنعه وهذا ما قامت به تونس لم تذهب إلى المياه الدولية وبالتالي لهذا سبب أقول أن قضية الهجرة وأوافق السيد العمامي أن الأوروبيين يجب أن تكون لهم مساهمة في هذا أعطيك مثلا عندما أمضى تونس على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وخصص الاتحاد الأوروبي منحة من أجل توفير اللوجستيك لاعتراض هؤلاء لحد الآن لم يصل شيء من هذا تونس بإمكانياتها الخاصة ومعنى ما تبليكه من خبرات هي التي تقوم بصد هؤلاء المهاجرين غير النظاميين أنقذت تونس من يناير إلى اليوم 15 ألف شخص والبارحة أنقذت أكثر من 170 شخص لكن لها طاقة محددة وبالتالي أعتقد أن هذا من مخلفات المشاكل التي لا تأخذها الدول الأوروبية بالحزم الكامل وأعتقد أن الصلاة التونسية ستقوم بالشيء الذي تستطيعه ولكنها ليست مسؤولة شكراً ربما أشياء خارج نطاق قدرتها شكراً جزيلاً لكم من تونس الدكتور علي العلاني الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية وأشكر الأستاذ محمد العمامي الباحث في الشؤون السياسية والأمنية الليبية كان معنا من بنغازي ولكن تقطع الاتصال بك أكثر من مرة أستاذ محمد نراكم مشاهدين بعد قليل في ملفات الساعة الثانية من التاسعة عشرة دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان محور الحدث اشتركوا في القناة بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقات فلول الميليشيات الحوتية من الذي تريد ميليشيات الحوتية أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن ميليشيات الحوتية أسل سلناتهم من إلا بالحرب هذا المكان لم تصله أفدام الميليشيات الحوتية وبقي صابتا رغم الطرابات المكتبة هذا التصعيد الحوتي الأخير إلى أي حدوى مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيات الحوتية على الأرض في الداخل اليمني نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سأل أنه كم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعب من السماء طفولة يسركها الجلع أمان قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فارون من الجحيم باحثون عن المجهول انقضى اليوم بمشاقه وصراعاته وآن للعالم أن يهدأ لكننا في الواقع لا نهدأ نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث الأحداث لا تهدأ نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام وأينما كانت طائرات تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا نكون رغم استمرار الخرق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنعا أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا واشنطن قلق من التهديد الذي يمثله الحرس التوري الإيراني حيث تحولت بلاحتجاجاته إلى مواجهات هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت جريميج على شاشة الحدث التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي ماذا يحدث؟ يقومون بضرب المصور نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان أتمنى أن تكونوا تسمعين كريستيان الآن تهاني تهاني دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحضرون السلح من منعكم من التصوير؟ تهاني 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 منظمات حقوقية تطالب بعقوبة أمريكية وأممية ضد المسؤولين عن حرب السودان وانتهاكات الدعم في ميزان العدالة تباين المواقف الروسية والغربية بشأن النيجر يحولها إلى ساحة جديدة للصراع الغربي الروسي ترامب يتهم خصمه بإصابته بوابل من القضايا الضعيفة التي تتطلب وقتا ومالا للفصل فيها أهلا بكم من جديد البداية من السودان والذي شهد يوما جديدا من العمليات العسكرية في مدن العاصمة وفي دارفور ففي العاصمة تصاعدت أعمدة الدخان السوداء من مدينة الخرطوم بحري مساء إثراغارات وقصف جوي مكثف على مواقع قوات الدعم السريع كما شهد محيط سلاح المهندسين في مدينة أمدرمان شهد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بحسب ما أفاد عفوا مراسل الحدث في دارفور أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكامل على ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي وبعد بيان لقائد الدعم السريع بوسط دارفور أعلنت قيادته الدعم السريع انحيازها للدعم السريع ودعت أبنائها في القوات المسلحة إلى الانضمام لما وصفته بخيار الشعب واتهمت الجيش بما وصفته بإثارة الفتنة في البلاد اوضح للكل والكل يعرف ان ولاية وسط دارفور تحت سيطرت قيادة تغوات الدعم السريع زالنجي الآن تأتي سيطرتنا حاليا تأتي سيطرتنا وإذا فرقتك الآن فرقتك ياسر العضل الآن داخل النازحين داخل النازحين اتخذت دروع بشرية داخل النازحين وليحنا بإذن الله سبحانه وتعالى سيطرتنا تامة حنتحرك من زالنجي شاء الله لننخرطم نعلن تأييننا التام ودعمنا الكامل لقوات الدعم السريع بالسودان ثانيا ندين ونستنكر قرار البرهان الذي استنفر فيه مواطنين السودان والتوجه في إسكان نار الفتنة وصناعة الحروب سالسا ندعي جميع شرفاء الجيش وأبنائنا بالانسلاح والانسحاب الفوري من الجيش البرهان ودعاة الفتنة رابعا ندعي جميع حركات الكفاح المسلح والمناطلين عن قضية العدالة لمناصرة قوات الدعم السريع وصولا لوطن الحرية والعدالة والمساواة وفي مقابل زالي نشيد بدعوات ومبادرات القيد حميدته قايد قوات الدعم السريع واشتجابته الدائمة للحوار والسلام وضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية وصولا لجيش وطني قومي موحد يمثل جميع السودانيين دعت منظمة هيومر رايتسووج الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى فرض المزيد من العقوبات على السودانيين المسؤولون عن الفضاء في دارفور يجب أن تقع عليهم هذه العقوبات مع تزايد الأدلة على شن هجمات الأرض المحروقة وقالت المنظمة في بيان أن على واشنطن فرض عقوبات هادفة لضمان حماية المدنيين ومعالجة المسؤولين عن الفضاء من قبل مجلس الأمن الدولي وأكدت المنظمة أن سبع قرى وبلدات على الأقل أحرقت بالكامل أو دمرت في غرب دارفور وفقا لصور الأقمار الاصطناعية وشهادات خضعت لتحليل المنظمة دعيتنا العالم اللا يقف مكتوف الأيدي حيال حرق القرى وتهجير ألاف السكان تطورات جديدة بشأن الانتهاكات في السودان تقرير جديد للنيابة العامة السودانية اتهم فيها قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي التقرير المشاهدين يكشف عن دعاوة جنائية تتعلق بانتهاكات الاختفاء القسري والاعتداء الجنسي طالت النساء والفتيات فبحسب التقرير هناك أكثر من 500 مفقود بشكل قسري وأكثر من 20 بلاغ للاعتداءات الجنسية تم رزه في مدن بولايات الجزيرة وأخرى بولايات أخرى مطلع مايو الماضي التقرير لفت مشاهدين إلى أن الانتهاكات والاتهامات وطالت كذلك قوات الدعم السريع في جميع البلاغات التي تجري فيها إجراءات تحر وتحقيق هذا وكشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان عن تقارير تلقتها أكدت زيادة حالات الاختفاء القسري للنساء في نيالا وصدر تعميم ناتج عن إفادات من ناجيات كن محتجزات في أماكن مختلفة وشهود عيان يفيد باحتجاز نساء وفتيات في مخازن وفنادق في نيالا والخرطوم بغرض استغلالهن جنسيا وأفادت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري أنها سجلت 430 بلاغاً عن مفقودين أثناء الحرب القائد الثاني لقوات الدعم السريء أعلن استعدادهم الكامل للتعاون بشأن التحقيق في مزاعم الانتهاكات بعد تواصل الأمم المتحدة معه من أم درمان ينضم إلينا مراسل حدث المقداد حسن مرحباً بك المقداد نستمع منك إلى آخر الأخبار والأوضاع الأمنية نعم حسين آخر الأخبار هو هذا الحدوء الذي تتخلى له بعض الطلقات هنا وهناك في وسط مدينة درمان هذه المنطقة التي تضم الأحياء القديمة من مدينة درمان والتي تشهد توترات عديدة بين الجيش السوداني والدعم السرياء في الأيام الماضية وحتى هذا اليوم أيضاً كانت تحلق طائرات استطاع شاهدناها وثمان صوتها تحلق في سماء العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث لكن خارطة المعارك اليوم كانت كبيرة بالغاية وكانت في أنحاء متفرقة هنا من قاعدة كرر العسل والتي تنطلق منها عدة قبائف خلال اليوم بابتداء ما يقول الجيش أنها تمركزات لدعم السرياء في مدينة بحري شمالي مدينة بحري كذلك وفي غربي مدينة درمان أيضاً سلاح المهندسين اليوم شهد عديد من المعارك حوله وعديد من التوترات الأمنية خاصة في الأحياء الغربية من هذا السلاح كأحياء مبد المنصورة والدوحة وحمد النيل وكذلك حي الفتحات جنوباً من هذا السلاح شهد عديد من المعارك التي استمرت بين وقت وآخر ولكن الآن هناك هدوء حذر في تلك المنطقة أيضاً طائرات الجيش السوداني الحربية التي كانت تحلق خلال هذا اليوم في مناطق متفرقة لسيما في جنوب العاصمة الخرطوم ونفذت عدة تقارات وفي كذلك ضاحية شرق النيل وفي ضاحية سوبا شرقي العاصمة الخرطوم كل هذه المناطق شهدت فيها أعمل الدخان وكذلك تصاعد لهذه الأعمل الدخان وصنع صوت انفجارات في هذه المناطق وأيضاً شرقي العاصمة الخرطوم منطقة بر هذه المنطقة المتاخمة للقيادة العامة من الناحية الشرقية كانت قد شهدت أيضاً توترات المية وانفجارات صباح هذا اليوم إذن المعارك مستمرة وإن كانت تختلف من منطقة إلى أخرى ومن جدها إلى أخرى أيضاً الجيش السوداني كان قد أعلن أنه صدف جوماً في منطقة في جنوب العاصمة الخرطوم قريبة من جبل أولياء المقداد هل تمت أنباء عن ضحايا مثلاً أو نقل بعض الإصابات إلى مستشفيات قريبة ضمن الاشتباكات الموجودة لديكم أو مرصودة نعم اليوم كانت هناك عدد من ضحايا كما أعلنت لجنة مقاومة رباوي وهي من الأحياء الجديمة في مدينة درمان أعلنت عن سقوط عدد من ضحايا في هذه المنطقة دراء القصف المتبذل من الجيش السوداني والدعم السيء أو تجدد المعارك في هذه المنطقة أعداد المدنيين حسين تتساقط بين يوم وآخر والأرقام أصبحت كبيرة جداً ربما وصلت الآلاف منذ بداية هذه الحرب والتقديرات الحقيقية تقول أن الأفقيرات الرسمية أو من المنظمات غير الحكومية كنقابة الأطباء تقول أنها وصلت الآلاف لكن الأعداد الحقيقية كما يقول جهات بأنها أكبر بكثير لأن هناك عديد من الجثث التي ما زالت تحتاج من يواريها السرع وهي في شوارع بحري وكذلك في وسط العاصمة الخرطوم كل هذه المناطق تحتاج إلى عمليات دخول من قبل الصريب الأحمر أو من خلال الأحمر السوداني بدخول إلى هذه المناطق وكذلك إلى هذه الجثث وهذا ما يفسر الأعداد الكبيرة التي وصلت إليها يعني البحاية المدنيين في هذه الحرب سواء كانت في ولاية الخرطوم على بشي الخصوص أو في إقليم دارفور هذا الإقليم أيضاً الذي هو مشتعل بصورة كبيرة وتتجدد في الاشتباكات بين وقت وآخر لا فيما في حاضرة إقليم دارفور الفاشر ونيالة وزالينجي وكذلك مدن أخرى كتب مطويلة وغربي دارفور الجنينة كل هذه المناطق حسين تشهد بين وقت وآخر سقوط ضحايا من المدنيين وعمليات اشتباك وعمليات عسكرية كبيرة وبالتالي الأزمة الإنسانية مع استمرار هذه المعارض ذات بصورة كبيرة بسيما وأن وزارة الصحة تحدثت عن مخزون زراعة الكلة أو وسيل الكلة وشكى على النفاذ وأنهم يحاولون في تأمين الموقف لهذا القطع الكبير من المرضى والذي يحتاج بصورة عالية إلى تدخل سريع شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل الحدث زميل المقداد حسن ينضم إلينا المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد مختار النور ومن القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي السوداني عمار عوض مرحبا بكما سعدت المستشار أبدأ من عندك كثيرة هي التقارير التي فيها تحقيقات وتحرن شديد تصف قوات الدعم السريع بأنها تنتهك الكثير من الحريات وكذلك القوانين الدولية فيما يجري الآن في الداخل السوداني ما ردكم على ذلك؟ مرحب بك ومرحب بيسك الكريم أهلا وسهلا سعدين أن نقل عبر فناتكم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تحدثت عنها هناك بعض التحقيقات لكن هذه التحقيقات ليس لها أي صفة قانونية لأننا لم يتحقق مع أي فرد من أفرادنا أو مع أي قيادة من قياداتنا وكذلك هذه التحقيقات إذا كان صدرت من أي جهة قانونية معتبرة يمكن لنا أن نقول ذلك ونعطيه وزن قانوني فبالتالي التحقيقات التي يتحدثون عنها هي تحقيقات قامت بها مجموعة تتبع للنيابة وهي مجموعة أصلا شكلها البرهان وهذه المجموعة شكلت بعد انقلاب 25 أكتوبر لمراجعة قرارات لجمة ذالة في التمكين وتلقائيا هذه المجموعة أصلا هم محسوبين على المؤتمر الوطني ومعلوم أن الفلود في النظام السابق جير المؤسسات العدلية لفالهم وأغلبية هذه العناصر الذين اعتمدوا عنها في التقريب هي عناصر كيذانية تتبع للنظام السابق بالتالي هذه التحقيقات التي يقومون بها هي تحقيقات مجير لفالح النظام السابق ومجير لفالح المكون العسكري الذي الآن يستقل المؤسسة العسكرية كذلك إذا كان استرد هذه التحقيقات على قانون التحقيق لعام 1954 كل هذه الأعمال عبارة عن استقصى حقائق ولا ترقى للمستوى الأدلة لأن القانون بشكل واضح حدد في المادة 12 لا يمكن استخدام التحقيقات التي تجرب للجانة التحقيق كبينة أمام المحاكم أو النيابة وليس هنا أي صفة نيابية أو صفة جنائية طيب اسمح لي أستاذ عمار لماذا تظلم قوات الدعم السريع يعني بكل هذه التقارير والمستشار يقول بأنها اعتمدت على عناصر من النظام السابق وعلى عناصر يعني هيئ لهذه اللحظة يعني لماذا كل هذا الظلم العناصر هل العناصر اللجنة أم العناصر من الذي من السودانيين الذين أدلوا بشهاداتهم حول الممتلكات التي نهبت منهم هل هذا هم المقصود هؤلاء هم الذين يتبعون لي النظام السابق لكن بالعودة لسؤالك حتى أكون على أقل تقدير مفيد في هذا الجانب هناك نقطتين أساستين هناك جريمة ارتكبت في العاصمة السودانية الخرطوم ووصل أثرها إلى عدد من الولايات وسط دارفور الجنينة الخرطوم مدن أخرى هذه الجرائم دعك من النظام السابق أو غيره هذه الجرائم من الأمم المتحدة المفوضة حقوق الإنسان كلهم يتحدثوا الولايات المتحدة عن جرائم ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفي بعض الأحيان يتم توجيه التهمة مباشرة مثل غربي دارفور إلى قوات الدعم السريع هناك طابع جرائم مرتكبة الآن موجودة في الخرطوم بغض النظر عن من الذي ارتكب الجريمة لكن هناك جريمة وقعت في السودان تتمثل في نهب البيوت اقتصاب النساء سبي النساء غير من الأمور التي ترقى لجرائم الحرب مسؤولية الدولة أو مسؤولية السلطة الغائمة الموجودة في الخرطوم إلى أن تأتي هذه الديمقراطية أو تأتي التغيير أو تتحقق الصورة أو يتحول العالم إلى جنة إلى ذلك الوقت يجب أن يكون هناك جهة يتوجه لها المواطنين لحفظ حقوقهم أنا مثلا تم نهب عربة من منزلي مثلا أو تم نهب بيت أو شركة أو مصنع أو غيره أتوجه إلى جهة لأسبت حقي في التعدي علي بذلك أقوم أذهب للجنة وأنا أقول وفق المعلومات التي تحدستها مع الموجودين في الخرطوم يا شعبنا الآن تم تغيير في الغانون الجنائي وتم إلغاء المسألة المتعلقة بالغيد المكاني أي مواطن سوداني ليحفظ حقه الآن أصبح بإمكانك إذا كنت في حلفة إذا كنت في الفاشر كدقلي بغض النظر عن أين نهب منزلك بغض النظر عن أين الجريمة وقعت ضدك فقط غم بتسجيل هذا البلق لأن ذلك سيحفظ لك حقك في المستقبل لأن السياسيين والأطراف الأخرى هذه البلاد لم يضيعها شيء مثل الإفلات من العقاب لم يضيعها شيء هذه البلاد إلا التعامل مع العدالة لتسييس لصالح جهة أو غيره حان الآن لأن نبني وطن تكون فيه العدالة مكفولة للناس وأن لا يكون هناك إفلات من العقاب وأن لا يجتمع عشرين أو سلاسين نفر في قاعة معينة ويقول عفى الله عما سلف هذه المرة الوضع مختلف من دارفور هذه المرة مختلف من أبريل إكتوبر عند الإطاحة بن نميري هذه المرة الجرائم وقعت على كل مواطن سوداني أربعين مليون مواطن سوداني تعرض بشكل من الأساس اسمح لي أستاذ عمار لا بد أن تتحقق العدالة طيب اسمح لي أستاذ عمار أستاذ محمد مختار النور يعني شماعة النظام السابق شماعة الكيزان إلى أي حد ستبقى قوات الدعم السريع تتكأ على هذا الموضوع كي يعني تبرئ نفسها إذا كان قائد الدعم السريع في كلمته الأخيرة ألمح وأن أخي الكريم منذ اليوم الأول وما قبل صورة ديسمبر وما بعدها وما بعد جميع الحكومات التي تعاقبت لدينا مبدأ سابق مبدأ العدالة ومبدأ تحقيق العدالة ومبدأ لجان التحقيق الشرفافة نحن معها ولا زلنا مع التحقيق الشرفاف والعاجل الذي يبين الحقيقة إذا كان هناك تحقيق حقيقية ولجان محايدة ولجان وطنية لماذا لا تتحقق الانتهاكات التي تجبت القوات المسلحة بدرق الطيران للمدنيين وتهجيرهم قصرا عن طريق ضرب الطيران وبالتالي نحن عندما يتحدث عن النظام الصادق هذا نهجه عندما كان يضرب هنة في جبال النوبة ويهجرهم بالطيران وعندما كان يضرب هنة في دارفور ويهجرهم بالطيران هذا سلوك النظام السلوك البربري والسلوك الهمجي ألم تكون جزءا من هذه العمليات العسكرية سواء في النوبة أو دارفور يا سعادة المستشار دعني أكمل الفكرة أولا نحن باتدام نحن مع التحجيل العادة وأخضعنا عبد كبير جدا في السابق من أفرادنا للتحجيل وبالتالي نحن مع العدالة لكن أن تسيس العدالة وأن تشكل لجهن لمحاكمة الدعم السلوك العام العالمي من خلال لجهن يتم تشكيلها من قبل البرهان وهو موجود في داخل البدرون ولا يستطيع حتى التحرك أنها منذ 15 أبريل النيابة معطلة ولا يقولها أي دور وحتى الآن ليس لها مكاتب موجودة وكل عناصرها الآن هم خارج السودان وبالتالي ما تبقى منهم مجموعة من الصباح على النظام التابق وتريد أن تستقل بعض مواعين العدالة وتجرم عناصر الدعم السريع وتستقل هذا المدى العدلي في قضية سياسية للمحاكمة الدعم السريع مع الرأي المحلي والرأي العالمي وهذا غير مقبوط بالنزل لنا وإن كان لنا موقف واضح من هذه اللجان نحن الآن دعينا ومشلال تيد نايف رئيس نايف قايف وتستعمل سريع تتحدث بشكل واضح قال إذا كانوا أي لجان تحجيز مستقل وتريد في الحق نحن لا يوجد أي مانا في ذلك لكن كون أن تستغل هذا في مبدأ يعني إدانة التعم السريع سياسية هذا بالنزل لنا طيب أستاذ عمار لماذا لا تأتي هذه اللجان التي تأتي بهذه التحقيقات على ما يحكى وينقل بأنها كذلك انتهاكات ترتكب بحق مدنيين يعني طائرات القوات المسلحة تنثر الورود على السودانيين في الخرطوم مثلا لا الطائرات القوات المسلحة هي تقوم الآن بواجبها ولكن إذا كان هناك المبدأ عزيزي حسين المبدأ نحن نتحدث أي مواطن سوداني تضرر من قوات الدعم السريع يسهب لمكان النيابة ويقدم بلاغ ضد الذي يراه متهما عنده أصبر يا عزيزي أصبر على رزقك أما إذا كان هناك مواطن سوداني أيضا تعرض على انتهاكات من قبل القوات المسلحة وذهب إلى لجنة التحقيق وقال أنه أنا تعرضت لهجوم ولجنة التحقيق لم تستمع إليه أو لم تسجل بلاقه أو أصبح في عداد المفقودين حينها تقام الحجة لكن بدون ذلك بالتعميم هكذا حتى نريد أن نغطي على الجرائم ونقول هذا تسييس للعدالة أو غيره بل عودة للحديث حول دارفور والجرائم التي ارتكبت إذا كان من البشير وأحمد هارون الذين تعتبرهم المحكمة الجنائية متهمين لكن بالنسبة لي أنا أعتبرهم هم مجرمين في حق أهلنا في دارفور ويجب أن يتم تسليمهم للعدالة نسبة لمسؤولية الغايد عن تصرفات الجنود وهو المبدأ الذي استند عليه لويس أوكامبو عندما تم توجيه الدعوة في المحكمة الجنائية نفس هذا المنهج مسؤولية الغايد محمد حمدان جمعة دقلو هو المسؤول غايد قوات الدعم السريع مسؤول عن تصرفات الجنود وبالتالي أي تصرف بغض النظر عنده علم ما عنده علم جابوا ناس لبسوهم ما جابوا ناس لبسوهم أنت متهم وفق الغانون الجنائي الدولي المؤتمر الوطني عمر البشير والدعم السريع في جرائم الحرب وجرائم دارفور وجهان لعملة واحدة عندما كنا نحن وأنا كنت واحد من الناس الذين كنا نقول في خارج السودان وفي داخل السودان يجب أن يذهب البشير اي سي سي كان الذين يغاتلون الآن والذين مثل هذا المستشار ليس هو ولكن الذين يدافعون الآن مع محمد حمدان كانوا يقولون أن هذه تغارير مفبركة وأن هذه التغارير يتم إعدادها للنيل من البشير وغيره نفس المنهج الآن قوات الدعم السريع هذه التصرفات مفبركة هذه التسييس للعدالة كلنا نمشي الغانون ما دام أنه هناك على أقل تغذية اسمح لي أستاذ عمار غاية دولة غاية نيابة غيره نحن كمواطنين سودانيين وبناشد كل مواطن سوداني لا تتخلى عن حقك مهما كانت الظروف تجل بلاغك ارفع الدعوة بتاعتك إذا كان هناك غبض يتم الغبض إذا كان هناك تعويضات في يوم من الأيام نحن الآن المتضررين والطرف في هذا الصراع ما بين الجيش والدعم السريع طيب أستاذ محمد مختار النور يعني في تصريحاتكم تقولون بأنكم تسيطرون على العاصمة الخرطوم مثلا وأنها تحت سيطرتكم والقوات المسلحة السودانية لا تسيطر إلا على القليل إذا كنتم أنتم تسيطرون على الخرطوم كيف تتم كل هذه الانتهاكات في العاصمة أنا أسأل هنا عن العاصمة لا أريد أن أسأل عن دارفور أولا دعني أوضف عليك شيئا أولا فضل سيد محمد هذه الحقيقة مصادر أبريل والذي اضطررنا عليها الفلول والجيش قاموا بفتح السجون وإخراج ما يقارب 25 ألف مجرم كانوا موجودين داخل السجون وتم تسريح الشرطة وتم تسريح النيابة ولا يوجد أي الآن جسم عدلي يقوم بأي إجراءات قضائية أو نيابية الجيش لديه رواية في هذا الشأن مختلف أستاذ محمد لا بد أن أن أنقلها لك كي ترد عليها إذا أحبب الجيش يقول بأنكم وضعتم الشرطة السودانية هدفا أنتم قوات الدعم السريع وهاجمتموها في الكثير من المقار لتفعلوا النقطة التي تتحدث عنها أنت لإخراج هؤلاء لتقولوا بأن أحمد هارون وغيرهم من القيادات هم خارج السجون نعم هم أخرجوهم والآن خارج السجون والآن يقومون بالتعب لفالح الجيش والشرطة التي تتحدث عنها هي شرطة الاحتياط المركزي وتحولت كل أفراد الآن يقاتلوا مع الجيش وهاجمونا في بعض مواطعنا وأثرنا عدد منهم يقاتلون مع الجيش وقادتهم يقاتلون مع الجيش وكذلك الجيش استغل مغراتهم مواقع للانصلاق لعملياتي فبالتالي أصبح بالنسبة لنا هدف وهي شرطة الاحتياط المركزي أما الشرطة المعروفة هي الشرطة الجنهية وغيرها تلقائيا منذ الأحداث لم تظهر ولم يكون لها أي دور وبالتالي أصبح هؤلاء كفرات أمني ونحن لا يمكن أن نستطيع أن نقوم بدور الشرطة نحن الآن نقاتل في النظام الشابق وأعوانه من الجيش ولا يمكن أن نقوم بهذا الدور لكن نجتهد الآن في نحن لا يمكن في أي بيت ولدينا لجنة مشتركة تم تشكيلها من قبل الوفدين في الجدة وهذه اللجنة زارت المناطق وزارت المستشفيات ورفع التقريد وهذا التقريد تم نشره وبوجود أحد عناصر المنظمات الأممية فبالتالي الكلام الذي يتحدثون عنه هو هراء نحن لا موجودين في شخص ولا موجودين في المستشفيات هو يتحرحنا من بعض الأسئلة هذا الحديث يا سعدت المستشعر تفضل أستاذ محمد أستاذ محمد إذا سمحت لي لا لا ستكمل الفكرة ولكن الأستاذ عمار لديه سؤال لك بشكل مباشر أستاذ محمد ستكمل الفكرة تفضل أستاذ عمار الأستاذ محمد يسمعك يا سعدت المستشار محمد لضرب المدنيين في دارتور وهو أحكام مسؤول من العمليات في دارتور يا أستاذ محمد عندما كان أتحدث عن تجاوضات البرهان أنا أتحدث أستاذ محمد الأستاذ عمار لديه سؤال مباشر لك استمع إليه وأجب بشكل مباشر تفضل أستاذ عمار السؤال المباشر إنه إذا كان كل المواطنين اللي موجودين في السودان الآن بما فيهم يعني في الخرطوم في بحري في أمدرمان أناس كسر هم يتحدثون على أن الدعم السريع موجود في منازلهم الدعم السريع كل الفيديو موجودة هذا يثبت أن الدعم السريع موجود ولكن لا يمكن أن يتم النفي فقط عبر لجنة أما أريد أن أعلق الحديث حول الجرائم التي ارتكبت وأن برهان كان يشارك في هذه الجرائم هل كان محمد حمدان دقلو في ذلك الوقت عندما ترتكبت جرائم في دارفور كان داعية سلام إمام جامع كان شيخ خلوة كان محمد حمدان أحد غادة المجموعات المسلحة محمد حمدان دقلو كان يقاتل في تمرد ومعروف خاد معارك ياخي التمر توريني محمد حمدان يا سعد المستشار يا سعد المستشاري تتعرفت عليه بغيتها ومعلوم أنت الذي الآن تدافع يعني الجيش معلوم كنت ملازم في الجيش البحرية وتم انتلافك للتجمع لتقوم بدول استخداراتي انت ذات محسوب على النظام الصابق ومحسوب على التخبارات العسكرية ومحسوب على الجيش لكن محمد حمدان لا يمكن أن تنفي لا يمكن أن تنفي انتذابك بسكل سري للتجمع وكانت تقوم بدور بتاعة التخبارات أنا دقيقة حتى أني أشرح لك هذه فرصة لأقول لك هذه فرصة لأقول لك لماذا تمت إحالتي للتقاعد هذه فرصة هذه فرصة دعني أقول لك دعني أقول لك أمر عندما اعترضت على في مدينة بورسودان في بدايات حياتي عندما اعترضت على جرائم الجيش السوداني وأنا كنت في ذلك الوقت ضمن هذه المؤسسة تشهد كل مدينة بورسودان ضد استخدام مليشيات الجنجويد التي كان فيها محمد حمدان محمد حمدان وغيره اعترضنا على ذلك وتم إحالتنا إلى التقاعد ومحاكمتنا نحن لا نمين على شعبنا إنه نحن نقف معه شكرا جزيلا لكما أصبر يا سيدي أصبر يا سيد المستشار أصبر يا سيد المستشار شكرا محمد حمدان محمد حمدان مجرم وفي السابق كان مجرم واليوم سيظل مجرم إلى أن يذهب إلى المحاكم شكرا يا أستاذ عمار أستاذ محمد شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لكما بعد توضيح هذه الصورة من كلا الطرفين لا بد أن ننهي هذه شكرا من القاهرة أشكر الأستاذ عمار عوض مع القوى السياسية وكذلك أشكر المستشار القانوني لقوات الدعم السريع الأستاذ محمد مختار النور وشكرا جزيلا لأستاذ عمار عوض من القاهرة شكرا جزيلا لكما من سوريا إلى أوكرانيا وصولا إلى النيجر تتقطع المصالح الغربية الروسية فتتحول الأزمات إلى صراع غربي روسي فمنذ الانقلاب في النيجر يتبادل المسؤولون الروس والغربيون المواقف المتباينة إثر قيام كبار الضباط بعزل الرئيس محمد بازوم اليوم شدد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف على أن تدخل القوى غير الأقليمية لن يغير وضع النيجر إلى الأفضل مشيرا إلى أن موسكو لا تزال تؤيد عودة النيجر إلى قواعد هد السورية في أقرب وقت ممكن على حد تعبيره من جهتها رفضت فرنسا تحرك المجلس العسكري في النيجر لإلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية قائلة أن السلطات النيجر الشرعية وحدها يحق لها القيام بذلك وأكدت وزارة الخارجية أنه بعد إعلان المجلس العسكري في نيامي عن إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فريس فأن الإطار القانوني لاتفاق الدفاع الفرنسي مع النيجر يستند إلى الاتفاقيات التي تم توقعها مع السلطات النيجر الشرعية في سياق قال عبد الفتاح موسى مفوضة شؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اليوم قال إن وزراء الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حال عدم تنحي قادة الانقلاب وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوشا أن التكتل لن يكشف لمدبرين الانقلاب متى وإن ستكون الضربة وهو قرار سيتخذه رؤساء الدول يجب القول إن مجموعة فاغنر وقوات الأمن الروسية كانت نشطة في جميع أنحاء النيجر هذا يتعلق بمالي وبركينفاسو لكن ليس لدينا علم بأن القوات الروسية لعبت دورا في الانقلاب في النيامي ومع ذلك يمكننا ملاحظة أن هناك زيادة في المعلومات المضللة المؤيدة لروسيا حول الانقلاب كما تم توزيع بعض الأعلام الروسية في النيامي ولكن روسيا دعمت الإعلان في الأمم المتحدة لإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من غير المحتمل أن يؤدي تدخل بعض القوى غير الإقليمية إلى تغيير هذا الوضع إلى الأفضل أما بالنسبة لنا فنحن نراقب هذا الوضع عن كثب بالطبع نحن قلقون من التوتر الذي يتزايد الآن في المنطقة ولا نزال نؤيد عودة النيجر إلى قواعدها الدستورية في أقرب وقت ممكن دون أي ضرر أو تهديد لحياة الناس أعلن رئيس النيجر المعزول محمد بازوم في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوس أنه إذا نجحت المحاولة الانقلابية لإطاحته من السلطة فستكون لها عواقب وخيمة على بلده والعالم بأسره بحسب قوله لن يخضر زعيم الانقلاب في النيجر لأي ضغوطات لعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة الجنرال عبد الرحمن تشياني رفض جميع العقوبات والتهديدات التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا المعروفة أيضا باسم إيكواس والتي غادرت عاصمة النيجر بعدما فشلت في الوصول إلى حل للأزمة والمهلة تنتهي يوم الأحد من جانبه وفي أول تصريحات لرئيس المعزول دعا في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست أنه في حال فشلت الولايات المتحدة وغيرها من الدول في مساعدته للعودة إلى السلطة فستقع منطقة الساحل الأوسط بأكملها تحت إمرة الجماعات الإرهابية وسيطرة النفوذ الروسية عبر مجموعة فاغنر وخاصة في بوركينفاسو ومالي الدولتين المجاورتين التي يحكمهما عسكريون وتستخدمان مرتزقة مجرمين حسب وصفه رؤية يشاركه فيها سفير النيجر في واشنطن كياري ليمان تنجيري وضع متأزم في النيجر مفتوح على كل سيناريوها تختارها عمل عسكري قد يدخل وسط أفريقيا في دوامة عنف تضاعف متعب القرى تاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا ترامب يعتبر القضايا ضده محاولات من خصمه للنيل منه يبدأ الليبيون من جديد ملفا ليبيا ليتفاوضوا عليه هنا في دواحي العاصمة المغربية الرباط الحكومة غير موجودة ولا تعمل في شيء منذ نيلها ثقة من مجلس النواب هل ثمت تنسيق هذه الخطوة على وجه التحديد فيقاف فتح بأشارة عن العمل؟ الإشكالية التي يعاني منها كلها هو عدم وجود دستور للبلاد هل وقت مناسب لتشكيل الحكومة الوحدة المكلفة بقيادة مرحلة مقبل الانتخابات؟ أعتقد أن لا يوجد مهم من تشكيل الحكومة والإجرافة العملية الانتخابية لا شك أن الأهداف المرجوة في إعادة بناء الدولة إدارياً واقتصادياً هو الخلاف يتعلق بحفتر وبسيف الإسلام مسألة أن الانتخابات تتأجل ستتأجل إلى متى؟ سيستمر هذا الحال على ما هو عليه على ما أن هناك قوة هنا وهناك هل ممكن مجلس الدولة يتنازل عن ما تمسك به سابقا؟ الآن الأمور تسير وفق النظرية الأمر الواقع يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أم جاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث أهلا بكم من جديد فيما يحدث في النيجر ينضم إلينا من نيامي عاصمة النيجر أمر مختار الأنصاري عضو المكتب السياسي الوطني لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري مرحبا بك أستاذ عمر إلى أي حد تستطيع القوى الإقليمية يعني المساعدة في عدم نجاح المحاولة الانقلابية من وجهة نظرك؟ حسب ما يحدث حسب الأعراء المواطنين الميجيريين يعني الشارع نيامي يرى أن التراجع عن هذا صعب كما تشاهدون من القوى من المظاهرات المؤيدة للإقلاق في الشارع أن الميجيري الظاهر قال كلمتها بأنه لا تراجع عن هذا أي مغامرة يعني وأي التدخل فهو طبعا على النجيريين على الشعب النجيري يعني الشعب قال كلمته بأنه مع الانقلاب؟ مع الانقلاب نعم هذا أغلبية الشعب وكذا وحسب ما نرى في التظاهراته في جميع الأقالين يعني دعاه لأن كما تعلمون يعني الحزب الحاكم وهذا غالب ناصلهم في الدول الفقيرة وهذا دائما الناس مستائلة من الحكومة ولو جاءت عن طريقة شرعية ولو كانت يعني تقدم ما تستطيع جاء دائما يظن الشعب أن ما يعني الحقوق وما يمنعه عن الازدهار هو تغيير الحكومة حيث ما يتم التخلص من الحكومة حظوظا أن الحاج والحكومة هذا الحزب في فترته الثالثة يعني هو في فترته الثالثة ولكن هناك دول أفريقية أستاذ عمر الآن تهدد يعني ليس فقط فرنسا يعني هناك دول أفريقية تقول بأنه لابد أن يعود الرئيس الشرعية والبعض يتحدث الدول الأفريقية هذه سوريا والتحركها فرنسا تحركها فرنسا يعني تتحرك من طريق فرنسا فرنسا يلا تتحركها ولكن هذه الدولة غالبا حتى هي الشعب الميزل لديها أخبار بأن هذه الدول شعوبها رفضت ما موقفك أنت أستاذ عمر مما حدث الآن؟ شعوبها ترفض أستاذ عمر موقفك أنت وموقف الحزب الذي تنتسب إليه مما جرى الآن؟ نحن الرئيس الحزب ألقى خطابه قبل يومين منشور جزء منها على صفحتي ألقى خطابه بأنه ضد الإنقلاب بأنه جاء بطريقة شرعية وضد أي عمل عقاية دستوري كما أنه ضد الانتخابات السابقة بأنها يتهم الرئيس المحجوز بأنه جاء بطريقة غير شرعية فقال إذن كلاهما غير شرعيان هذا وجهة نظر وائد حزبنا محمد عثمان الرئيس السابق للجمهورية طيب يعني أنتم بين بين نعم كلاهما غير شرعيان نحن نرى أن ويرى نرى أن الرجوع إلى الحياة إلى النظام الدستوري ضروري ولكن بغير هذا الرئيس منحلة انتقالية مثلا يعني معقولة ويأتي رئيس منتخذ الانتخابة الشرعية طيب من الممكن أن يكون هناك حراك مدني داخلي في النيجر من أجل يعني مصالحة أو تسوية ما نعم ممكن 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 جدا هذا الذي ندعو إليه بأن تكون هناك مبادرة من الزعماء التقليديين وكذلك لقابة الدينيين يقود محاولة تسوية بين الحكومة المنقلب عليها والجيش فهكذا أي أحد يريد تسوية يرجع إليها داخليا فهذا ممكن إن شاء الله أن تحقق نتائج إجابية من غير أبرار من غير نتائج سلبية شكرا جزيلا لك من نيامي عاصمة النيجر عمر مختار الأنصاري عضو المكتب السياسي الوطني لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري بعدما مثل أمس أمام محكمة فدرالية بتهم تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابة 2020 ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم بما وصفه بمحاولات خصمه النيل منه وقال ترامب أن خصمه السياسي أصابه بوابل من الدعاوى القضائية الضعيفة التي تتطلب مبالغ هائلة وأموالا للفصل فيها وضاف ترامب أن الموارد التي كان من الممكن أن تذهب إلى الإعلانات والتجمعات يجب انفاقها حاليا على محاربة من وصفهم بالسفحين الراديكاليين اليساريين في العديد من المحاكم في جميع أنحاء البلاد وقال ترامب أنه يتقدم في جميع الاستطلاعات بما في ذلك ضد جو بايدن لكن هذا ليس مجالا متكافئا معتبرا أن القضايا ضده هي تدخل في الانتخابات وطالب المحكمة العليا بالتدخل حنكة سياسية باتت معهودة لكن كيفية التصرف في قاعات المحاكم خبرة اكتسابها مؤخرا فهي ثالث محاكمة جينائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال أربعة شهور الدهشة كانت مسيطرة على المشهد في المحاكمة الأولى في نيويورك في أفريل الماضي ترامب وبوجه ربدي متجهم استغرب وجوده أصلا في المحكمة شهران آخران ظهر بعضهما أكثر ارتياحا داخل محكمة في ميامي بولاية فلوريدا المحاكمة هناك كانت أكثر روتينية ووجه خلالها تهما بإساءة التعامل مع وثائق سرية وعرقلة جهود استعادتها المرة الثالثة في واشنطن أسقلت بتهم خطيرة تشمل التآمر على الدولة ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات ورغم ذلك تميز ترامب بخفة تحركاته لا بل ارتدى سلوك رجل يعرف طريقه في قاعة المحكمة وكيفية التقدم بسلسة نحو المقعد نصف ساعة استغرقتها المحاكمة تحدث خلالها ترامب بنبرة محترمة لكن الدقائق الثلاثين لم تشهد أي تواصل بصري مباشر مع المستشار الخاص بالتحقيقات جاك سميث في ثاني لقاء بينهما لقاء يعقب وصف ترامب لسميث بالمختل عقليا ملامح المستشار الخاص هي الأخرى أظهرت تغيرا طفيفا فالوجه الجامد عادة تلون ببعض الابتسامات في هذه المحاكمة التي وصفت بالاستثنائية من ناحية السقل التاريخي للتهم وأيضا لوجود عدد من القضاة في المقاعد الخلفية نشر المجلس والوزراء البريطاني السجل المخاطر التي تواجه البلاد واحتل وباء مستقبلي مكان عالي في السجل كأبرز ثلاثة تهديدات وتقول الحكومة أن تحذيرها سيساعد الناس والمؤسسات لاستعداد لسيناريهات أسوأ حالة في المستقبل وارد وفق أحدث التحليلات للمخاطر التي تواجه المملكة المتحدة مع احتمال حدوثها بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الخمس المقبلة وستكون كارثية من سابقتها كورونا بإصابة نصف سكان البلاد بالمرض وتودي بحياة أكثر من 800 ألف شخص في أسوأ سيناريو معقول ممكن لقدر الله يكون وباء عالمي فده شيء متوقع حدوثه وفيه احتمالية متزايدة مع الأسف وجود عوامل أكثر تدمير للبيئة التغير المناخي التعامل المباشر مع الحيوانات البرية مثلا سواء بأكلها أو التعامل معها بصورة مباشرة وزيادة فرصة انتقال الأوبئة أو الأمراض من الحيوانات للبشر التي هي زونو تحذير الحكومة يتماشى مع أصوات علمية دقت ناقوس خطر الجائحات المستقبلية التي ستنتقل أمراضها في الأغلب عن طريق الجهاز التنفسي في موجة انتشار واحدة أو متعددة وفق خصائص المرض والاستجابة للسيطرة عليه في تخوف أكثر أنه الوباء القادم يكون بينتشر بالتنفس أو بالهواء الشيء الثاني اللي ممكن أيضاً يعني وده أيضاً كان متواجد بناء على أشياء محفورة في الذاكرة أنه تكون ليس فيروس ولكن بكتيريا وأيضاً تنتشر بالتنفس أو بالهواء وتكون مقاومة للمضادات الحيائية وبالفعل المتواجد في بعض السلالات حالياً من فيما تنظر في كيفية مواجهة جائحات مجهولة الأمراض في المستقبل لا تزال بريطانيا تستخلص الدروس من كورونا التي أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص تحذير الحكومة بجائحة مستقبلية لم تحدد طبيعتها هدفه جلب الاهتمام نظراً لشدة تأثير كوفيد-19 على صحة الناس وسبل عيشهم وبناء مرونة عالية للتأهب والاستجابة بسرعة لمنع تفشي أمراض معذية مستقبلية من التحول إلى جائحة كارثية مصطفى زارو الحدث لندن بالعودة إلى مسألة الانتخابات الأمريكية ومحاكمة ترامب ينضم إلينا من ولاية فيرجينيا ستيفن فرانسوس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماري وواشنطن مرحباً بك سيد ستيفن إلى أي حد ستؤثر هذه الاتهامات على ترامب في مسألة وصوله إلى البيت الأبيض؟ أعتقد أن كثير من التحديات سيكون الحكم فيها هو الوقت فالتهم الجديدة إن كانت ستذهب للمحاكم فإنه سيصبح أمام المحكمة ويرشح نفسه أيضاً في السباق الرئاسي وبالتالي لا نعرف إن كان ترامب كان مداناً أم لا عندما قرروا انتخابه لكن لا أعرف إن كان سيكون هناك تغيير في مرحلة الترشيح ربما يكون التغيير في مرحلة الانتخابات العامة طيب الرئيس المتهم الآن يقول بأن الرئيس جو بايدن كان له تهم وابل من هذه التهم من أجل يعني إضعافه في مسألة الانتخابات المقبلة والسؤال إلى أي حد بالفعل يمكن التعويل على استقلالية القضاء الأمريكي من أجل أنصاف الجميع؟ لدينا تاريخ تعريق من الاستقلالية في القضاء وهناك إجراءات تتبعها المحاكم بتقديم الأدلة وتحدث أو استجواب المحلفين وهناك أعتقد أنه لا يوجد مجال للقضاء بأن يتخذ قرارات أحادية الجانب فبعض القضاء معين من الديمقراطيين وبعضهم من الجمهوريين وما من أدلة كانت في الانتخابات السابقة على أن كان هناك تلعب لتالي أدت إلى فوزي بالانتخابات وبالتالي هذا يبين أن نظام القضاء لن يكون لمصادقة قرار الحزب الذي سيصدر الحكم ولكن سيد ستيفن أحدى التهم من الممكن أن يحاكم فيها أو يستمع إلى الرئيس تحت قانون مكافحة التجسس وهي كذلك السابقة ما من الشيء في هذه القضية طبيعي أو عادي كل شيء غير مصبوك فهو الرئيس السابق الأول الذي يتهم وهو أدين يدان في المحاكم الفيدرالية وفي الولايات على تهم في فترة أثناء الترشيح وعندما كان رئيساً وبالتالي هذه المرة الأولى التي يكون فيها رئيس سابق متهم بمثل هذه الانتهاكات العديدة وبالتالي بالتأكيد كل شيء غير مصبوك لكن أحد الأمور التي سنراها هي أن قضية التجسس التي أشرت إليها ستدفع إلى الوراء وبالتالي هذه القضية قضية من المرتبطة بالسادس من يناير التي تبين أن جو بايدن لم يكن مخول بأن يكون رئيساً في ذلك التاريخ هذه هي التهانة المهمة شكراً جزيلاً لك من ولاية فيرجينيا ستيفن فرانسوث أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماري واشنطن بهذا وصلنا إلى نهاية الساعتان من التاسعة عشرة دمتم بخير وعافية إلى اللقاء موسيقى 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 لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقية والفتقرير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا ثم على يوتيوب الضغط على شر الأعجاب وتفعيل جرس التنrauيisha موسيقى 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 موسيقى